موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أرحب بكم في هذه الندوة الجديدة من ندوات قناة المغاربية ندوة اليوم جاءت متزامنة مع حدث كبير هنا في بريطانيا يعني بعد أحداث منشستر الإرهاب يضرب مرة أخرى العاصمة البريطانية نحاول قراءة المشهد هنا موقف الموقف السياسي وأيضا موقف الجالية المسلمة هنا وأيضا موقف المسلمين هنا عموما في بريطانيا كيف سيتأثرون وكيف سيؤثرون أيضا في مجرى الأحداث مع توالي هذه الهجمات قالت رئيسة وزراء بريطانيا عقب هذه الهجمات الإديولوجيا الشريرة لتطرف ترى أن القيمة الغربية لا تتماشى مع الإسلام وهي المسؤولة عن الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها لندن وبريطانيا مؤكدة أن هذه الإديولوجيا انحراف عن الدين الإسلامي وانحراف عن الحقيقة أيضا وندد زعماء العالم ورؤساء منظمات غير حكومية عالمية ومحلية بالهجوم الذي وقع السبت في العاصمة البريطانية لندن وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة نحو خمسين آخرين وكانت حافلة دهست عددا من المشات على جسر لندن بريج وسط العاصمة البريطانية أقول مساء السبت وترجل مسلحون من الحافلة ليطعنوا عددا من الأشخاص في بارا ماركت وهو سوق شهيرة مجاورة للمكان وقالت الشرطة البريطانية إن حادثتي الدهس والطعن أسفرت عن مقتل كما سلفت سبعة أشخاص وإصابة بالتطقيق نحو 48 آخرين وأوضحت الشرطة أيضا أنها قتلت المشتبه بهم الثلاثة بعد الثمانية دقائق من ترقي بلاغ وقوع عملية الدهس وأعلنت الشرطة سكوتلونديار أيضا إنها اعتقلت 12 شخصا شرق لندن على خلفية هجوم الليلة الماضية وتؤكد استمرار عملية التفتيش في عدد من المنازل بمنطقة باركينغ شرق العاصمة البريطانية لندن للحديث حول تدعيات خلفيات ما يحدث الآن في أوروبا وأيضا في بريطانيا بالخصوص معي هنا في الأستوديو الأستاذ محمد قصبر نائب رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا أهلا بك أستاذ محمد معي الدكتور حافظ الكرمي مدير مركز مايفير الإسلامي بلندن أيضا ورحب بك دكتور حافظ ومعي أيضا الأستاذ عبدالله أنس سيد محلل السياسي ورحب بك الأستاذ عبدالله أنس أبدأ معك سيد محمد تكرار هذه الأحداث خلق حالة غير معروفة في بريطانيا وعند الشعب البريطاني ما قرأناه من تعليقات من بعض البريطانيين لم نكن لنتوقحها ربما عشرين خمسة وعشرين سنة في هذا المجتمع المتسامح هذا المجتمع الذي يقبل الآخر عنده فكر منفتح يريد أن يعمل يريد أن يبني مع الآخر الأبيض الأصفر الأسود هل نجح الإرهاب نجح التطرف في أن يغير من عقلية هذا المجتمع للأسف الشديد كلما قلنا أنه تجاوزنا موقف معين أو تجاوزنا اتجاه معين نعود إلى نقطة السفر مرة أخرى من قام بهذا العمل الإجرام الإرهابي البارحة هم مجموعة من المجرمين ليس لهم عقل وليس لهم ضمير وليس لهم دين ولا يمثلونني ولا يمثلون الدين الإسلامي بشيء خاصة أن مقام به هو في شهر خير شهر السلام شهر رمضان المبارك وهذا يبين هذا يعني مع أنهم يتحدثون باسمي وباسمك وباسم الإسلامي هم يتحدثون باسمنا ولكن لا يمثلوننا هم لهم أيدولوجية معينة اتجاه معين يقومون بتنفيذه بمعزل عن يستغلون الإسلام ويستغلون الدين الإسلامي لهذا الأمر ولأسف ما حصل البارحة سيكون له تداعيات بلا شك لأنه ليس الحدث الأول خلال أسابيع قليلة هناك ثلاث عمليات إرهابية حصلت في بريطانيا حادث واسمينستر ومانشستر والآن هذا وبلا شك هناك توجه الآن وكلنا سمعنا خطاب تيريزا مي رئيسة الوزراء وهو خطاب حقيقة مثير للقلق كلنا طبعا يريد أن يكون هناك إجراءات لمنع هذه العمليات الإرهابية بلا شك كلنا نريد ذلك لأنه سلامة هذا الوطن من سلامتنا من سلامة الجميع ونحن بريطانيين مسلمين مقيمين في هذا البلد نريد أن نعيش بسلامة مثل الآخرين ولكن التوجه الموجود الآن من قبل الحكومة والواضح من خلال خطاب مي اليوم هناك يعني ساعتنا منقشت ربما جملتين أثارت الجدل عند كثير من الصحفيين قضية ذكر الإسلام وتطرف وإنوف واللهجة التي قالت بها سنتي إلى تفسيرها هل أوضحت الأمر للبريطانيين أم زادت ربما بعض القضايا غموضا دكتور حافظ الكرمي وهل سؤال المطروح الآن في الشارع البريطاني هل استطاعت هذه الجماعات بضرباتها المتتالية خلال سنوات أن تغيط وحقق هدفها لأن هذا الهدف أن تقسم المجتمع البريطاني ونتنجح في النهاية بسم الله الرحمن الرحيم نبتد أن نتعاطف مع الضحايا وندين هذا العمل الإجرامي الذي حصل أمس في لندن والذي حصل في منشستر وغيرها من الحوادث التي تستهدف الأبرياء في أي مكان في العالم سألت عن الهدف وهذه المجموعات ليس لها هدف يعني الذي يتحدث الذي يفعل هذا الأمر هي مجموعات فالتة من عقالها لا تنضبط لا بأخلاق ولا بدين ولا بإنسانية ولا بشرع وتعتقد مخطئة أنها بمثل هذا العمل يمكن أن تحقق أهدافها الشريرة التي ينبغي بالفعل للأمة الإسلامية بشكل عام أن تتبرع من مثل هذه الأحداث وهؤلاء الناس لا يمثلون إلا أنفسهم لا يمثلون الجالية المسلمة ولا يمثلون المسلمين وللأسف الشديد أنهم يعطون المبرر لمن يريد أن يهاجم الإسلام ويريد أن يربط الإسلام بالإرهاب يعطونهم المبرر الكامل ليفعل ذلك وفي النهاية نحن نتحدث عن أشخاص نعم أسماؤهم مسلمون مسلمين قد يكون قالوا بعض العبارات الإسلامية أثناء تنفيذهم لهذه الأحداث لكن السؤال الأكبر والأهم في هذا من هو الذي يوجه مثل هؤلاء الشباب الأغرار أو الحمقة يمكن أن تطلق عليهم ذلك من الذي يوجههم من هو المستفيد الأول إذا كان هناك جريمة تبحث عن المستفيد الأول مثل هذه الجريمة في المحصلة نحن أمام تشويه للإسلام إضرار بالمسلمين وبالتالي المستفيد الأول والآخر من هذا الأمر أعتقد أنه ليس المسلمين وليس الإسلام وبالتالي يجب أن يبحث عن المستفيد وبالتالي الموجه مثل هذه الأعمال سيد عبد الله أنس لكن هؤلاء عندهم نصوص عندهم تعبيرات عندهم بيانات تخرج يبررون الفعل يتحدثون عن ما يحدث في بلداننا في سوريا في العراق ولديهم أهداف يسمونها يعني ليست عملية حمقاء ربما قد يرد عليك أي شخص دكتور حافظ ليست عملية حمقاء نحن نحن من أجل الإسلام من أجل الخلافة نحن ننتقم لإخواننا في سوريا في العراق في فلسطين يعني كيف تقول أنه نحن حمقاء أشكرك أخي سري سليم أشكر قناة المغاربية على هذه الالتفات يعني هذا الكلام أنا سمعته كثيرا بعد 11 سبتمبر أن ننتقم لما يتعرض له الإسلام والمسلمون في العالم وهذا الشعار يقابله يعني يحدث ردة فعل في طرفين من المسلمين هناك يعني نعم فيه من يعني يغضبه يعني ما يرى من مظالم في فلسطين في غزة الإجرام الذي حدث في الألفين وثلاثة على العراق يعني الآن العراق من الآن لم يعود إلى رشده ولم يعود إلى استقراره كما كان وحتى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قدم إلى المحكمة وأنا ما زلت أذكر وحتى الأساتذة مشاركين معنا هنا في هذا الندوة يعني كالناس خرجوا بالملايين إلى الشوارع يعني فهذه المظالم إذا كان هناك من يشير إليها فالمسلمون في الغرب عندهم طريقتهم في الرد على هذه المظالم أي بمعنى من خلال القوانين بالطرق السلمية بالمشاركة في الإعلام بكل لغاته سواء الإنجليزي الفرنسي الألماني المراكز الإسلامية فنعم هذه المظالم الموجودة في الميدل إيست في الشرق الأوسط هناك رد فعل تتحمل مسؤوليته الجالية الإسلامية يعني بجسمها الأكبر اللي هي المراكز الإسلامية الدعاء المفتون المحللون الأكاديميون الجسم الإسلامي في أوروبا جسم كبير وهناك أيضا تفسير لهذه المجموعات التي تستفيد من هذا الغضب الموجود في ميدل إيست فقط للتجنيد وإلا هي أول يعني هي أول عندها أجندة مختلفة عندها أجندة مختلفة تماما ولذلك الإحصائيات وأنا محتك بهذا الملف وأحاضره فيه في مجموعة من الجامعات أن 99% من الذين نفروا إلى قضايا الأمة خارج بريطانيا هم كانوا أول من ألحق الضرر بهذه القضايا للأمة مما يعني يعني عندهم أجندة مختلفة تماما يعني عندك مثال على الثورة السورية يعني الآلاف الذين ذهبوا من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا ما كان عندهم احتصيل أبدا بالثورة السورية لنصرتها بالعكس كانوا يكفرون الثورة السورية يعني ذهبوا هنا بايعوا داعش ثم بايعوا دولة الإسلام في العراق والشام وبايعوا القائدة وبعد ذلك يعني متمثلة في جسم النصرة رغم أن النصرة بعد ذلك فكت الارتباط بالنصرة فإذن حتى الذين يحملون هذا الشعار الذي هو قضية ما يجري في العالم هم ليسوا منسجمين في رفع ما يجري في العالم يعني هم ولذلك الإسلام الآن يريد هناك وجهان للإسلام وجه يمثله اللي هو رسالة الإسلام حضارة الإسلام الإسلام الذي يؤمن بالتعايش يؤمن بالتعددية البشرية بالتعددية اللون تعددية اللغات خلقناكم من ذكر وأنثى يعني الإسلام بهذا المعنى الحضاري هناك أطراف لا تريد لهذا الوجه أن يخرج للبشرية وهناك أطراف أخرى يعني تريد أن تجعل من هذا الإسلام مشروع ذبح مشروع انتحار مشروع أحادية مشروع عنف وهذه الجهات أنا حسب تقديري أربع جهات تشتركوا في هذا اليمين المتطرف في أوروبا الأنظمة الدكتاتورية في البلاد العربية التكفير التكفير نفسه يعني المنهج تكفير نفسه وأنا سمعت بعض التفاسير في غاية السفاهة يعني أنا سمعت بعض الخاصة بعد 11 سبتمبر بعضهم يحلل ويقول يعني من بين الأمور التي ينبغي أن ندفع إليها خلينا كل ما دافعنا بأعمال حمقى مثل هذه تكثر قوانين جائرة ويكثر التشديد على المسلمين يفتشوهم في المطارات يعني أنا جيت أعيش في هذا البلد منذ 18 سنة تقريبا كان الشرطي لا يحق له أن يوقف إنسان في الشارع بدون دليل يعني هذا يعني stop and check check and stop برر بالقانون وبعدين ارتفعت المدة انت على الحجز بدون أي ذنب إلى أسبوع الآن هي في 28 يوم الآن ممكن بعد هذا الخطاب ممكن ترتفع كما كان يتحدث الإخوة ترتفع فهما عندهم وجهة نظر أنه عفن هذا عفن الأمور اضرب ادهس كذا هذا سيفضر الحكومات ترفع القوانين إذا رفعت القوانين استرفيه كاميرات في المساجد التحديد من حرية المسلمين حزمة من القوانين فإذن معناه هناك تكفير والقاعدة وداعش على رأسه شريك في هذا هناك جهة طائفية تقول أنا حضرت في مؤتمرات هنا فيه جهات طائفية قالت أنتم تحاربون الإسلام وتحاربون الإرهاب الإرهاب موجود في جسم السنة أنا سمعت أكاديميين من إيرانيين شاركوا معي في مؤتمرات وهنا أيضا هناك أجندة ثانية طائفية وأجندة اليوم فإذن هذا الإسلام الإسلام النير الإسلام الحضاري الإسلام الرسالي الإسلام الوسطي عليه مؤامرة من جهات متعددة من عدة أطراف خطاب أو كلمة رئيس الوزراء البريطانية كان فيها بعض الجمل ربما يساء فهمها هي تحدث عن التطرف الإسلامي ثم تقول بأن هذا التطرف الإسلامي ما لديه علاقة بالإسلام وأنه يجب أن نضرب قوة الآن وأنه خلاص يعني فضى طفح للكيل هل هذه اللغة ربما قد تساعد في تهديئة الأجواء أم تعطي الإسالة خاطئة ربما للشعب البريطاني هذه اللغة على الأقل للجالية المسلمة هي مثيرة للقلق طبعا كما ذكرت كلنا نريد أن يكون هناك إجراءات للحد من هذا الإرهاب من هذا التطرف المشكلة بأنه تريزا مي تتهم بعض الجهات والمنظمات الإسلامية الموجودة في بريطانيا والمساجد التي هي تحارب هذا الفكر في المساجد وفي مراكزها الإسلامية وكذا هي تتهمها أصلا في التطرف فكيف يمكن لهذا المتهم بالتطرف أن يحارب التطرف هناك مشكلة أنه الحكومة البريطانية لا تريد أن تتعامل مع المؤسسات والمنظمات الإسلامية الموجودة على الأرض والذي لها قوة على الأرض ضمن الجالية المسلمة والتي تستطيع أن تقوم بدور إيجابي كبير للحد من هذا التطرف الإرهاب لأنهم يعتقدون أو يصنفون هذه المنظمات على أنها متطرفة أعطيك مثال على ذلك مسجد فينزبري بارك حاولت الحكومة البريطانية والشرطة إغلاقه وحل مشكلته بشتى الوسائل فشل عندما تعاونوا مع الجالية المسلمة في ذلك الوقت مشكلة فينزبري بارك انتهت في يوم واحد فقط والآن المسجد هو مركز إسلامي مفتوح للكل من كل الديانات بعدما كان مختطفا من مجموعات المتطرفة لذلك على الحكومة البريطانية أن تتخذ إجراءات للحد من الإرهاب والتطرف هذا ما نريده كبريطانيين بشكل عام ولكن أن لا يكون مستهدف هو جالية بعينها أو دين بعينها أو منظمات بعينها ليس لها علاقة بالعكس يمكن أن تتعاون وتوقف هذا الإرهاب وهذا التطرف وهذا ما نريده من الحكومة البريطانية أن تنظر للجالية المسلمة بأنها شريك لمحاربة الإرهاب والتطرف وليست متهمة من قبل الحكومة من قبل الإعلام بأن هؤلاء هم المتطرفين لكن قضية الإتهام أو التوجس من الجالية المسلمة لم يكن موجودة من قبل هو نتيجة هذه الضربات والهجمات على المستقبل المشكلة بأنه دائما تتهم الجالية المسلمة أنها لا تقوم بما يكفي لمحاربة التطرف والإرهاب وهذا غير صحيح نحن في مساجدنا وفي مركزنا الإسلامية هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل لم يأتوا من المساجد هؤلاء أتوا من غرف مظلمة مغلقة أمامهم جهاز كمبيوتر يتواصلون لا ندري مع من ويتفاعلون لا ندري مع من هؤلاء جاءتوا من هذا حتى هذا الذي قام بعمله في مانشستر المسجد نفسه مسجد ديتسبري هو من كان بطريقة أو بأخرى ضد توجه المسجد في ذلك الوقت لذلك لا يمكن اتهام الجالية بأنها لا تقوم بما يكفي يمكن أنه نستطيع أن نقوم بشيء أكثر أو الحكومة عندها ما تقوله لجالية لتقوم بشيء أكثر فليتفضلوا ويقولوا لنا ماذا نستطيع أن يأتوا على الأقل ويتواصلوا مع الجالية المسلمة لحتى نقوم بشيء سوية إن شاء الله هل هذا يدفعنا إلى محورة تعريفات ما الذي يحدث؟ هل هو مشكلة نصوص أننا المسلمين نحن سيئون لهذه الدرجة أن نأتي إلى هذا الغرب لكي نفجر فيه أم أن الغرب أيضا يتحمل مسؤوليته في هذه إذا أردنا فقط أن نضع تعريفا لما يحدث أولا حتى نميز بين قضية النصوص وبين هذا الفهم الخاطئ اتداءا أنا استخدام رئيس لزارة بريطانية اليوم لكلمة إسلام أكثر مرة إسلام الإسلام 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 حتى لو أرادت في النهاية أن تنفي وتقول أن هذه نسخة مزورة عن إسلام أو هذا ليس هو الإسلام أعتقد أن المسج السيئة الرسالة السيئة أوصلتها ليه المجتمع البريطاني وصلت لأنه في النهاية فيه حاجة متصلة بالإسلام نعم في النهاية هو سيشيل الكلمات التي لا يريدها قصة مطرف وقصة مش عارف وقصة مش عارف وقصة مزورة وستبقى في ذهنه كلمة الإسلام وبالتالي للأسف الشديد أن هذه الرسالة هي جزء من هذه السياسة الخاطئة للحكومة البريطانية بشكل خاص والحكومات الغريبة بشكل عام أنها تريد أن تضع الجميع في سلة واحدة لم نسمع مثل هذه اللغة عندما قام مثلا يميني من اليمين الأوروب مثلا بعمل في النرويج وقتل أكثر من 75 شابا لم نرى مثل هذه اللغة بأنه الإسلام المسيحي المتطرف أو المسيحية المتطرفة لم نسمع مثل هذه اللغة أو الحوادث الأخرى التي تأتي هنا وهناك ويقتل فيها ناس بشكل كبير للأسف الشديد أن السياسيين الغربيين يستثمرون مثل هذه الأحداث في أجندات خاصة بهم أجندات انتخابية أجندات في فرد قوانين جديدة أجندات حزبية إلى غير ذلك ومستغلين مثل هذه الأحداث التي تحدث من أناس اسمه مسلم في الآخر ويظهر بهذا الاسم من أجل تطبيق مثل هذه السياسات لكن نحن في الإسلام نتحدث عن تدين رشيد وعن تدين غير رشيد التدين الرشيد الذي يتصل بالفهم يتصل بالعقل يتصل بالفهم هذه النصوص الصحيحة من خلال مصادرها الصحيحة من خلال علماء الفاهمون للإسلام الدارسون لهذا الدين الذين يسيرون بالفهم على الفهم الصحيح لهذا الإسلام معظم هؤلاء الناس إن لم يكن كلهم يقرؤون النصوص كما يقال قراءة فيسبوكية سطحية جدا إما أنه يأخذ نص فتوى من شيخ يجلس كما قال الأخ محمد في ظلمات لا يعلمها أحد في إحدى المغاور في إحدى الغرف المظلمة ليس متعلما ونحن رأينا أمثل هؤلاء الناس الذين كانوا عبارة عن ظواهر صوتية في هذه البلد نعرف خلفياتهم نعرف أصولهم نعرف من أين جاءوا بعضهم جاء من البارات بعضهم جاء من أماكن ليسوا لهم علاقة بالدين والشريعة ثم في لحظة من اللحظات تاب الأخ ووضع على رأسه عمامة أو التحى أو لبس لباسا ثم بدأ يفتي للناس نحن أمام حالة من هذه الحالات للأسف الشديد الفهم اللي نسميه غير الرشيد التدين المدمر الذي قد يكون الشخص نفسه هذا الشاب مغرر فيه عنده تدين لكن ليس عنده فهم يقرأ نصوص لا يفهم معناها لكن لا يمكن ولا في أي حال من الأحوال أنه نتهم النص الشرعي أو نتهم الإسلام أو نتهم هذا الدين العظيم الذي جاء من أجل حياة الناس هذا الإسلام الذي جاء ليقول لنا أنك من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذا هو الإسلام الذي ندين به أما إسلام القتل وإسلام الذي يفهمونه هذا هذا ليس من الإسلام والتالي ليس ليس مقبولا لا من تريزا مي ولا من غيرها أنه دائما طلع العربي أمام الحصان طلع الإسلام وبعدين تحط وأوصف طلع الإسلام وبعدين تكون مطرف الإسلام الأصولي الإسلام الذي لا يعرف هذه السياسة الخاطئة جدا وقبل أن يتحدثوا إلى المساجد التي عليها دور كبير جدا والمراكز الإسلامية والجارية المسلمة يجب أن يكون لهم هم كذلك أن يبحثوا في سياساتهم الظالمة في دعم المستبدين في دعم الظالمين في دعم المحتلين يجب أن يبحثوا ليس هذا مبررا لهذه الإجرام لكن هذه السياسات التي يتبعها مثل هؤلاء الحكام في دعم المستبدين هي قاعدة لهاولا المتطرفين هي بيئة خصبة جدا لمثل هؤلاء الذين لا يمثلون كما قلت الإسلام إنما يمثلون أجندات خارج عن الإسلام أجندات جندات مجموعات. ليس منفلتة من كل أقال. فيجب أن يبحثوا في سياساتهم كذلك. كما يطالبون الجارية المسلمة ومراكزها. والعالم بأنه يراجع الإجراءات وأنه يساعد. يجب أن يراجعوا كذلك سياساتهم التي تشكل بيئة خاصة مثل هؤلاء المطرفين. سيد عبد الله أنس هناك من المسلمين من يجد في نفسه حرج أن يصف العملية بأنها عملية إرهابية. ما حدث في مانشستر أو في لندن أمس. هناك تردد. سيقول لك عملية إرهاب. لكن كيف يمكن أن نوضح الفكرة؟ قبل سؤالك هذا. وضحها النبي صلى الله عليه وسلم من 14 قرن. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخفي الأخطاء في قتل الناس. لا أخفها على سيف الله المسلول. سيدنا خالد رضي الله عنه لما أقدم على قتل إنسان لم يكن يستحق القتل. فبيبلغتكم الإعلاميين اليوم أنتم تقولوا أصدر فيه بيان. يعني. اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خالد. يعني. وهذه مخلهاش سرية موجودة في البخاري. تقرأ إليهم الدين. معناه موقف. هذا تصور من واحد عنده الصيفة تعصيف الله المسلول. لكن في حاجة فيها انحراف لم يرحمه النبي صلى الله عليه وسلم. ودفع الدين مرتين. مرتين. فإذن هذا هو القدوة الحقيقية بالنبي صلى الله عليه وسلم. مهما كانت التبريرات. قلنا نحن غضبانين من البطالة في مصر. غضبانين من الدكتاتورية في سوريا. غضبانين من الصراع الطائفي في العراق. غضب هذا الذي ماشي في الشارع الآن هنا. تجيب سكين هذا الذي حصل. وتروح تقتله. أنت معناته لا يحركك لهدي النبوي. وأنا أحدثك هنا. وأنا بين أخويني كريمين. أخوك محمد الآن. أنا متابع القصة. لما كان المسجد في فنسبيري بارك. لما كان في يد أبو حمزة صدقني وأنا أذكره. هذا أبو حمزة المصري المثيدي جدا. الذي كان في مسجد فنسبيري بارك. يعني حتى الجماعة المغربية للمنطقة المغاربية في فنسبيري بارك ومسجد. كان مثير للجدل يتطر فيه. أذكره العدد كان لا يزيد في صلوات الجمعة. لا يزيد عن أربعين خمسين. أكثر من نصفهم صحفيين جايين فقط للإيثارة. إما مخبرين إما صحفيين جاي للإيثارة. لأنه بالنسبة له منظر مثير مصليين في الشارع وملثمين ومجموعة. يعني ما فيه حاجة أفضل لتصوير الإسلام في أوروبا أفضل من هذه. وجاءت الأيام ورأيت وأنا أحد أيضا الخطباء غير المتفرغين متطوع في كلا المركزين. يعني في مركز الدكتور حافظي كرمي يصلي أكثر من ألف أذن كل جمعة. وفي مركز محمد الآن هذا المسجد لم يكن يصلي فيه إلا أربعين أو خمسين. الآن يصلي فيه أكثر من ألف. المسجد الآن دروس اللغة العربية. التواصل مع الجالية. التواصل مع الجيران. وأصبح المسجد منارة. منارة تعطي الإسلام الحقيقي. هذا الوجه للإسلام لا يرضي كما قلت لك جهاد كثيرة. لا تريد لهذا الإسلام هذا الوجه من الإسلام. نريده نبدي له بوجه آخر. وجه الإسلام عبارة عن مشروع انتحاري. مشروع قتل. مشروع دم. ما عنده ما يقول لا في التنمية. لا في الإعمار. لا في الوحدة. يعني القيم البشرية التي نشترك فيها. نحن مع هذه مع الإنسانية. هناك قيم كونية. ليس لنا فقطنا. يعني العدل. الرحمة. الوفاء. الإنصاف. الصدق. إعمار الأرض. إعمار الأرض. هذه الكلمات. ليست ترجمة من القرآن للغات الأخرى. كلمة لاير. كلمة مذمومة بالصينية. أو بالهندية. أو بالعربية. كلمة تريتر. خائن. هي كلمة مذمومة. ليست بشرط أنها فقط من الإسلام. الإسلام جاء بمجموعة من القيم. ليشترك فيها مع البشرية. وأنتم نحن نعيش في هذه الديار. أنا كنت أحيانا بطريقة مازحا. وجادا في نفس الوقت. قل أني أرى في الشارع كثير من الرقاب التي تمشي في الشارع. المفروض لو أن أجلها لم يصل. هي المفروض كان مصيرها معلقة في أحبال المشنقة. في بلادها. أنا أعرف بعض الأسماء. المفروض مصيرها حبل المشنقة. معارض جزائري. معارض ديبي. على مصري. بينما الناس جاءت هنا. أولادك. في المدرسة. نفس القسم الذي يجلس فيه. ابنك يجلس فيه. ابن الإنجليزي. عندما تذهب للمستشفى. تتكلم عن الريسبشين. يسمع الاستقبال. يستقب لك. وفي الصف اللي وراك. لأنه أنت جيت قبله. ممكن إنجليزي. يعني أنت في الشارع تمشي. فإذن المسلم وجد هذه القيم. التي يشترك فيها. هل تتعارض مع دينه؟ هل تتعارض مع خلوقه؟ ألا لم أجد لهذه البلاد. أذكره. كان المسجد المركزي. كان المفروض المغاربي. أظن أن تصلت اليوم بالدكتور الذبيان. لكي يشارك معكم رئيس المركز الإسلامي هنا. الذي يعتبر الوجه الرسمي للمسلمين تقريبا. كانت تصلى صلاة الجمعة واحدة. الآن العيد يصلى ست مرات. عند الدكتور كان حافظ. الجمعة تصلى على دفعتين. ورغم أنه مبنى في أفخم منطقة في لندن. وثلاثة أو أربع طوابق. ومع هذا ما تكفيش. ستة طوابق. المسجد عند الأخ محمد. لو كانت فيه فرصة وصورتوه. ما شاء الله قلعة قلعة. يعني مسجد قلعة قلعة. يعني كبيرة. مدارس وكذا. الآن ما تكفيش صلاة الجمعة واحدة. مما يعني في المحصيلة أن الإسلام في خير. يعني مقارنة فقط بقبل 20 سنة. يعني معناها الإسلام يتوسع. المدارس يتوسع. التدين ينتشر. يزيد. هناك جهة لا يرضيها هذا الخط البياني. كيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية. أن يتحقق هدف أولا هؤلاء. الحمقة. هؤلاء الإرهابيين. أصحاب الأجندات المشبوهة. والذين تتعارض أهدافهم أيضا. إذا تحققت مع التطرف أيضا المسيحي. التطرف اليهودي. وأيضا المخططات الاستخباراتية. التي تخدم أنظمة معينة. أيضا أصحاب المال. أصحاب المال الوسخ. أيضا المرتبطون بأنظمتنا الدكتاتورية. كيف نمنع أن تتحد هذه الأهداف. لا شك أننا كجالية مسلمة علينا مسؤولية كبيرة. طبعا لسنا وحدنا. دائما أقول أن المسؤولية هي مشتركة بيننا. وبين الحكومة. وبين المجتمع البريطاني. ولكن نحن. دعنا نتكلم عننا كجالية مسلمة موجودة. علينا مسؤولية كبيرة. تجاه جاليتنا. وتجاه البلد بشكل عام. هناك كثير من المشاريع التي بدأت. الحمد لله. بدأت تعطئ كلها في هذا الاتجاه. على سبيل المثال. اليوم المفتوح التي تقوم به المساجد. نحن مشكلتنا بعدم الانفتاح أحيانا على الآخر. منزويين. لا نريد أن نتواصل مع غيرنا من غير دياناتنا. حتى الإعلام. نكون حاذرين جدا في التعامل مع الإعلام. وأنا دائما أقول بأنه. إذا لم تعطي أنت قصة للإعلامي. سيقوم هو ينسي قصة عنك. سيذهب إلى جوجل ويجد ما هو مكتوب عن فنسبري بارك موسك. على سبيل المثال. سيجد البلاوي. ولكن لو أتى عندي وتكلم معي. فسأعطيه ما هو موجود حقيقة. لذلك نحن كجال المسلمة علينا مسؤولية كبيرة. قمنا في مبادرة اليوم المفتوح. بدأ من ثلاث سنوات على الأقل. بدأنا بـ 28 مسجد. بعدين طلعت إلى 70 مسجد. الآن إلى 150 مسجد. يفتحوا أبوابهم في يوم واحد. لأصدقائهم. لجيرانهم. للمجتمع البريطاني بشكل عام. وهذا كان له أثر إيجابي جدا. حتى الإعلام لم يستطع أن يتجاوزه. فقد تم تغطيته بشكل كبير إعلاميا. مثل هذه المبادرة على سبيل المثال. إطعام المشردين. وهذا جزء من ديننا. أن نساعد الفقير والمشرد. والذي ليس لديه طعام. يعني الحقيقة التي تتحدث بها. سيد محمد. هي غير الحقيقة التي نقرأها في بعض الجرائد. لذلك الإعلام. مشكلتنا في الإعلام. الإعلام دائما يتكلم عندما يكون هناك مصيبة واقعة. ويكون المسلمين أو أحد المسلمين يكون له دور فيها. الإعلام لا يذهب ويغطي الإيجابيات. من غطى على سبيل المثال. المؤسسات الإغاثية التي ذهبت لإغاثة الملهوفين. عندما حصل الفيضانات في بريطانيا. قامت بعض المؤسسات الخيرية. كانت من أول المؤسسات الإسلامية. التي ذهبت لمساعدة. وهم غير مسلمين. من يغطي موضوع المشردين. المشردين الذين يطعمون في شوارع لندن من قبل الرابطة الإسلامية في البريطانيا. لها دور في ذلك. وبعض المساجد التي تفتح مساجدها أسبوعيا لهؤلاء. من يغطي مثل هذه الأمور الإيجابية. من يغطي المؤسسات الخيرية التي تجمع عشرات الملايين من الأموال. وتعطى للفقراء والمساكين في شتى أنحاء العالم. كل هذه الأمور للأسف الشديد الإعلام لا ينظر لها. والحكومة تأخذ الآن اتجاه معين. يرضي اليمين المتطرف. لأن هناك انتخابات على الأبواب. الانتخابات بعد أقل من أسبوع. وعلى تريزة مي أن تقوم بدور في هذا الاتجاه. لكن يتبعني ما قلت أستاذ محمد. هل حقيقة الواقع أن البريطاني يتعايش مع المسلمين؟ ليس لديه مشكلة. ليس لديه مشكلة على الإطلاق. البريطاني الإنسان العادي. الذي يعيش جنب المسلم. ويعيش معنا بشكل طبيعي. ليس هناك مشكلة أبدا. المشكلة عندما يحدث مثل هذه التفجيرات. ومثل هذه الأعمال الإرهابية. تعيدنا إلى نقطة الصرف. كل ما نقول خرجنا من النفق. والحمد لله الأمور تتحسن. يأتوا هؤلاء للأسف الشديد. ويعيدون إلى ما قبل نقطة الصرف. هل هناك من طرف الآخر؟ من الإنجليس البريطانيين. من يفكرونك كما تفكر. أقول لك هناك نوعين من المتطرفين. هناك المتطرفين من أبناء جلدتنا. وابناء دينيا للأسف الشديد. وهناك متطرفين من اليمين المتطرف. هذا وكلاهما أقلية. كلاهما أقلية الأقلية. ليس لهم أثر في المجتمع. إلا من خلال أعمالهم. المجتمع البريطاني بشكل عام. مجتمع متسامح. يتعامل مع الآخر على هذا الأساس. حقيقة نحن عشنا في بريطانيا عشرات السنين. ولم نجد إلا كل خير من هذا البلد إلى الآن. من الشعب البريطاني. المجتمع البريطاني. فالقيام بمثل هذه الأعمال. طبعا يصلنا إلى ما نحن عليه. ولو تم استمرار في هذه الأمور. أنا أظن أنه الأمر سيكون أصعب على الجالية المسلمة في التعامل. خاصة أن هناك توجه الآن حكومي. وهناك إجراءات ستتخج للحد من هذه الأمور. كيف ممكن مواجهة هذا الوضع دكتور حافظ؟ أنا أعتقادي أن هناك جانبين. يعني هو الأخ محمد فصل في بعض القضايا التفصيلية. لكن المين. الشغلات الأساسية في هذا شغلتين. الشغل الأولى هو التوعية. توعية من الجانب المسلمين. يجب أن نبذل جهدا كبيرا جدا في موضوع بث الوعي. ثقافة الوعي عند الناس. لأن الإنسان الجاهل هو إنسان مشين. مسير. يعني إذا واحد لا يملك الحصيلة للوعي الحقيقية. يعني كيف أنت واحد شاحنة ضخمة جدا وليس لها رأس تسير. هكذا. تكون مدمرة. الإنسان الذي يتدين. تدين الذي تحدثنا عنه. تدين هنا. لكن لا يوجد عقل. لا يوجد فهم. لا يوجد رجد. هذا التدين مثل الشاحنة التي ليس لها رأس. قاتل أي واحد يجي يمكن أن يلعب بالعواطف. لذلك أهم قضية عندنا أن شبابنا. أبنائنا. بناتنا. الأجياننا في هذا البلد وفي غيرها من البلاد. يجب أن نبدل جهدا كبيرا جدا. بكل مراكزنا. سواء كان إسلامية. مدارسنا. المربينا. موجهينا. إلى آخره. من أجل أن نبث الوعي. ثقافة الوعي عندنا. الوعي الإسلامي. الوعي بالدين. مفاهيم هذا الإسلام. مفاهيم العدالة. مفاهيم الحرية. مفاهيم الحق. مفاهيم الوفاء. تحدث عنها الأخ عبد الله. كل هذه المفاهيم التي جاء بها الإسلام. ويشترك الإسلام هو خلاصة البشرية. خلاصة الإنسانية. فبث هذا الوعي عند الناس. هذه مهمة كبيرة جدا. هذا في الجانب الأول. الجانب الثاني هو مطلوب من حكومات الحكومات. والمؤسسات المجتمع المدني. والمؤسسات المختلفة في هذا البلد وفي غير البلاد. مطلوب منها أن تبحث بالفعل عن جذور معينة في موضوع السياسات التي تتخذ. وتكون في كثير منها دعم لبيئات ومؤسسات. وأحيانا أنظمة. هي التي تنتج مثل هذه العهد. من عن استراتيجية التواصل مع الآخر. فهذه القضية الثانية. أفضل. هاتان قضيتان. جانبا. جانبا على المسلمين. أن يقوموا فيه. بكل ما يملكوا من قوة في موضوع الوعي. في نشر الوعي والثقافة والرشد. والقضية الثانية في الجانب الآخر. الذي يعني. لما قام العربي. وكانت الأمة تسير نحو الحرية. هذا الفكر كان أن ينقرض. انتهى. لم يعد له صوت وسمعة. لأن الناس بدأت تتحدث. حتى الناس التي كانت أحزاب. لا تجيز الدمقراطية. أصبحت تحدث الدمقراطية. ودخلت انتخابات. ودخلت ملاخرية. لكن عندما قضي على هذه الدعم المستبدين. مرة أخرى. مرة أخرى. هؤلاء المستبدون. والأنظمة المستبدة. هي خير وسيلة لتفريخ. مثل هذا الفكر. الغير نعضج والغير سليم. في نفس الإطار. هل هناك خطط. أم كل البيئة ربما تستفيد من وضعها. لكي تنتج حلول. لو أردنا أن نأخذ على الأقل الشعار المرفوع. أو الذي يتبنىه. رغم أنه شعار صار بالي. وغير مقنع. لأنه فيه مظالم. فيه مظالم. هي التي يستعملها دعاة الفكر الشيطاني الإجرامي. حتى لو سلمنا بهذا. وأن هذه العمليات جاءت بناء على إيقاف هذه المظالم التي تقع. أنا لنرى النتائج عكسية. تزيد. يعني. يعني. أنا لا أدخل في قلبك. لكن سنصدق. وما تقول في الظاهر. أنا لنرى كيف كان الإسلام في أوروبا. وعلى وجه التحديد هنا في بريطانيا. وبعد عملياتكم أنتم. كيف صار الإسلام؟ هل الإسلام حقق مكاسب؟ أم لا أصبح في زاوية الاتهام؟ يعني أحيانا لأن الأمور قد نحللها. الناس يختلفون في التحليل. عندما يتوقعون الأشياء كيف ستصير في المستقبل. ربما ليست قراءاتهم قراءة واحدة. فيختلفون. لكن عندما نتكلم عن المآلات. تصبح أخبار. فهل الإسلام الآن. يعني المسلم الذي يمشي في الشارع. المرأة المتحذبة. المسجد. اللغة العربية. الدين. كذا. بهذه الأعمال. ولدتم حزمة من القوانين تفتح للمسلمين. أم مررتم بسببكم حزمة من القوانين تدمر المسلمين. فهذه قدامكم. روحوا. شوفوا كيف كان الإسلام في الألفين. صحيح. وكيف رأى الإسلام الآن في 17. إذا أردنا أن نأخذ الأمر. أن نقول لك. أنا على يقين الأجهزة الاستبدادية للدكتاتورية. السيسي قالها بعد مؤتمر. قال. نحاصرهم. ونطاردهم. ونسجنهم. ما عندكم؟ يقولون لهم حقوق الإنسان. تعطوهم لجوء سياسي. معناته. الأنظمة الدكتاتورية المستبدة. عندها غيظ في قلبها. التكفير عنده حساباته. صحيح. أبعاد طائفية عندها حساباتها. اليمين المتطرف عنده حساباته. وحتى القاعدة قبل ذلك. لأن نفس المنطقة هذا. أننا للمظال. نقول أنت ضربت 9-11. 11 سبتمبر. بعدها. كانت الفكرة. وخاصة حاجة غريبة. موافقة. مخالفة للسنة تماما. لعملية حتى أسامة بن لادن. في كثير من الأشريطة. كان يؤمن بها. ويروج لها قضية استدراج العدو. هذا مخالف للهدي النبوي. أتركوا التور كما تركوكم. أتركوا الرومة. لا تتمنوا لقاء العدو. فهما عندهم استراتيجية. خلنا نروح لهم هناك. نعمل تفجير. وبعدين يبعثوا جيوشهم لبلاد الإسلام. وهناك نقاتلهم على أرضنا. يعني استراتيجية. لا هي حربية. لا هي نابعة من السيرة النبوية. لا هي. فهذا المنطق أحيانا موجود أيضا يتسلل لكذا. أنا قلت لك صدمت. واحد يقول لي. لما أذكر نقاش. عندما بدأوا يفتشوا النساء في المطارات. لما هذه الصورة التي تكشف الإنسان. فكان البشر في غضب. مسلمين وغير مسلمين. بعض الأفكار النشازة يقول لك. هذه الأشياء التي نريدها. لماذا يقول لك. لما يفتشونه زوجته في المطار. يحتقن أكثر. فيحتقن أكثر. لما يوقفوه في الطريق. ويعتقلوه دون سبب. لما يبيتوه في السجن وكذا. هذا يحتقن أكثر. فهذا يخدم استراتيجيتنا. أننا نحب التعفين. لأنه عنده مشروع أحقاد وتعفين. ما عنده مشروع تنمية وبناء وتواصل وتعايش. وبالتالي المشروعان متضاربان. وبالتالي الكرة في ملعبنا. نحن بالدرجة الأولى. هذه ما هي مسؤولية. لا أوباما. ولا هيلاري كلينتون. ولا تيريزامي. المستهدف هو سمعتي أنا. سمعة نبيي صلى الله عليه وسلم. أنا فاهم. استوعب كل الاستراتيجيات المغرضة. التي تريد. هذا كل واحد جاء. وأخذ النصيب انتاعه. واحد من هذه الظاهرة جاء. أخذ الحملة الانتخابية. واحد استخباراتي. واحد جاء. ما قلنا لكم. هذا الناس. الإسلام في أوروبا. خطر أن تعطلهم اللجوء السياسي. نحن نعرف كيف نتعامل معهم. هذا القذافي. وجماعته وبشر الأسد. هذا أنا عرف طريق التعامل معهم. علق أبوه في المشنقة. وخلصوا انتهى الأمر. ما نعمل لكم. جاءوا عندكم حروق حقوق. وعطي له جواز. ومن يش عارف وكذا. فإذا مغطاضون. وهناك. قلت لك. أنا حضرت في بعض المحاضرات. هنا في بريطانيا. في ICSR. مركز دراسات تابعة. ليس بعيد عن الحكومة. وكان هناك مفكر شيعي إيراني. لما جاءت كلمته. قال يا جماعة. مضيئة في وقتكم. أنتم تحاربون في الإرهاب وكذا. الإرهاب هذا أصله سني. انتهى الوقت. مع الناس. عنده أجندة أحب يأخذ منها. نحن نعرف أجندتنا. نحن نعرف أجندتنا. وبإذن الله سنفتك. ديننا الحنيف العظيم. هذا الوجه الجميل. سوف نفتكه من اليمين المتطرف. من القاعدة وأخواتها. من الأنظمة المستبدة. من الجهالة. إن شاء الله. كلمة أخيرة فقط. حتى نختم بها. وأنتم أبناء هذا المجتمع المستهدف. وتعملون ليلة نهار. لكي تمنعون هذه التدعيات الوخيمة على هذا المجتمع. وعلى المجتمع البريطاني. يعني في عمومه. كلمة أخيرة يأخذها منك. من يستمع الآن. سواء ما كان في فرنسا. هذه القناة مسموعة كثير هنا في أوروبا. ماذا تقولون لهذه الجالية؟ نقول بأنه علينا نحن كجالية أن ننتبه لما يحاك لنا في الفترة القادمة. من إن كان من هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال. أو ما سيترتب على هذا الأمر. علينا أن نكون حذرين. هناك أيام صعبة. لا شك ستأتي لاحقا. لا نود أن نكون زهريين في تعاملنا. يجب أن نكون وقعيين. يجب أن نستعد لهذه الفترة القادمة. كما قالوا الأخوة. أن نكون وعيين لما يحدث. أن نبث الوعي ضمن جاليتنا. وأن نحذر. لأن أنا خوفي الآن. ردات الفعل القادمة خلال الأيام القادمة. وهذا حصل بعض المساجد تم الاعتداء عليها. بعض الأخوات تم اعتداء عليهم في الشوارع وغيرها. هذا حصل من البارحة إلى اليوم فقط. هناك عدد من الحوادث. لذلك علينا أن نكون حذرين أن ننتبه. خصوصا أننا في شهر مبارك. ننتهي بعض صلاة ترويح متأخرين. فالناس تذهب إلى بيوتها في منتصف الليل. نساء ورجال. فيجب أن نكون حذرين. الحذر الحذر خلال هذه الفترة. والتعامل مع الأمور بواقعية. وبدون. لا نريد أن نخلص الناس. أيها. نعم. أعتقد أن الحديث النبوي. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعية. المرأة راعية في بيت زوجها. الرجل الآخرية. إذا أخذنا مفهوم هذا الحديث في هذا الشأن. ونحن فيه مثل يقول. إذا كل واحد نظف باب بيته. يصير كل الشارع. كل المدينة نظيفة. صحيح. أعتقد أن مطلوب مننا كمسلمين. كأباء. كأمهات. كمسؤولي مجتمع مدني. مؤسسات. مراكز إلى آخره. كلهم ينتبه إلى الثغرة التي يجدس عليها. الثغرة التي هو فيها. كل واحد عنده ثغرة. أنت عندك ثغرة في بيتك. عندك أولادك. عندك زوجتك. عندك أهلك. وأنا وكذلك. قد يكون واحد مسؤوليته أكبر. يكون مسؤول عن جالية. أو واحد مسؤول عن مركز. عن مجموعة كبيرة من المسلمين إلى آخره. كل مسؤول عن رعيته. كل واحد على ثغرة مسؤول عنها. إذا استطعنا. من خلال أن نبث هذه الروح. الروح الإسلام الحقيقي. مع جراننا. مع أهلنا. مع الناس الذين يتعامل معهم. في هذه المجتمعات. ليروا صورة أخرى. غير التي يريد الإعلام. وأنا هنا أركز. بعض الإعلام. مش كل الإعلام. دعونا أستخدم كلمات ريزمي. الإعلام مضطرف. مدام هي تقول أن الإسلام مضطرف. دعونا نستخدم الإعلام مضطرف. والأحزاب المضطرفة. وبعض الأجندات المضطرفة. في أناس. حتى في داخل الحكومة البريطانية. هؤلاء الذين يحاولوا أن يلصقوا كل شيء بالإسلام. ليشوهوا صورته. نريهم صورة أخرى. ناس أخرين. لا يمثلون الشعب البريطاني. بالضبط. فأعتقد أن مهمتنا. كيف تري جارك الإسلام الحقيقي. جرانك. كيف تري جارك في العمل. سيرك في الشارع. أثناء علاطك. لأن كل هذا تأتي مظاهر وصورة. إذا ما يقوله الإعلام. كان أمامه في تصرفات شائعة. والصورات غير حقيقية. يقولون صحيح. لكن إذا وجدت تصرفات أخرى. وجدت صورة أخرى. فهو سيقول هذا الإعلام كله كلام فارغ. أعتقد أن هذا مهم جدا. نختم بكلمة. للمشاهد. قبل أظن بعد عملية مانشستر. كانوا هنا برنامج في الراديو. المباشر. راديو فورغ. نعم. ويتصل الناس. وهو راديو. في بعض الأوقات. لديهم صورة شبه سلبية عن المسلمين. ليس بالضرورة. هو متطرف. يعني تعلق في ذهنه. ربما تصرف من مسلم. يعني واحد. أنا استغربت. جاب مثال. قالوا أم نوت. أنا مانيش إنسان عنصري. وأكره العنصريين ومسلمين. وغير المسلمين في هذه البلاد. مرحبا بهم وكذا. لكن قالوا لا نستطيع نتفهم بعض المظاهر. لما نرىها. أنا جاري قالوا بجنبي. حديقته كبيرة. قالوا الحشيش فيها وصل متر. شوف منظر. يعني شوف منظر بسيط. معناه. يعني لا يوجد ذوق. لا يوجد نظافة. فهي تبدأ. يعني تبدأ من هذه الحاجة التي ترى بها بسيطة. حتى الكبيرة. وبالتالي المسلم هذا. يعني تصور أنت لو كانت هذه الفرصة عند مصعب ابن عمير في بريطانيا. ما كان يسويه؟ صحيح. صحيح. فلنكون مصعب ابن عمير كلنا. رضي الله عنه. شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد كوز بور. نائب رئيس الربط الإسلامية في بريطانيا. وأيضا الدكتور حافظ الكرمي. مدير مركز مايفير الإسلامي في لندن. أستاذ عبد الله أنسر محلل السياسي على حضوركم معي في هذه الندوة. إن شاء الله ألقاكم في ندوات قادمة. مشاهدي العزاء. انتهت ندوة اليوم. ألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله في ندوة أخرى من ندوات المغربية. إلى ذلك من الحين. أستودعكم الله. وإلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر